موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من لقاء خاص على مدار التاريخ حاول المستعمرون إلغاء السكان الأصليين من خلال محوي ذاكرتهم بمحوي الأمكنة وتشييد أمكنة أخرى مكانها بعمران جديد ومغر وإرغامهم على التحدث بلغة المستعمر الذي يحاول بشتى الطرق فرض سيطرته على كل المرافق الحياتية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ودمجهم في المجتمع الحديث الذي يبنيه المستعمر وعلى سبيل المثال السكان الأصليون في أمريكا الذين سموا بالهنود الحمر أما لدى فلسطيني الداخل المحتل فقد اختلف الأمر على عكس ما هو شائع لدى معظم العرب في الخارج لم يتخلى فلسطيني الداخل عن هويتهم ولم يتنازلوا يوما عن أصلهم الفلسطيني ولم ينسوا ما حصل لهم والدليل على ذلك الهبة الشعبية السابقة في العام الماضي في فلسطين كاملة من البحر إلى النهر إذ خرج الفلسطينيون في الداخل إلى الشوارع التحاما مع أبناء شعبهم في الشيخ جراح وفي غزة واحتجاجا على تشريد العائلات من منازلها وقص في قطاع غزة المتواصل بالطائرات الحربية الإسرائيلية وسياسات الفصل العنصري وتسهيل الجريمة في مجتمع الداخل الفلسطيني وقد ارتقى في ذلك الوقت الشهداء في تلك الهبة واعتقل المئات من الشباب والشبات في سجون الاحتلال دون لوائح اتهام في هذا اللقاء الخاص يسعدنا أن نرحب بالأستاذ صالح لطفي رئيس مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم سابقا للحديث عن فلسطيني الداخل وعن هؤلاء الذين ظلوا صامدين أكثر من سبعة عقود مرحبا بك معنا أستاذ صالح سعداء بهذا اللقاء بعد اللقاءات على الهواء مباشرة نلتقي وجها لوجه الآن أستاذ هناك في الحقيقة نقطة مهمة للغاية لابد أن نبدأ بها تتعلق بالتعريف الخاص بفلسطينية الداخل بمعنى آخر تم إطلاق نحو خمسين تسمية على الفلسطينيين الذين صمدوا وظلوا في داخل فلسطين المحتلة وبقوا مرابطين بعد عام 1948 هذه التسميات الخمسين أو أكثر التي قام بها الاحتلال على مدار عقود من الزمن سعى من خلالها إلى تكريس وقائع معينة لكن نحن الآن ما هو التسمية ما هي التسمية الأنسب بالنسبة لكم والتي تعتقد أنها تمثلكم في الداخل المحتلة بسم الله الرحمن الرحيم بدي الأمر أشكر فضائية الرافدين على هذه الاستضافة الكريمة وأسأل الله تعالى أن تكون استضافتنا القادمة في بغداد الرشيد بإذن الله تعالى إن شاء الله هذا السؤال أخي الحبيب حقيقة له بعدين بعد سياسي نفسي وبعد سياسي اجتماعي الداخل الفلسطيني كما تعلم هو تخلق وتشكل في صيرورة النكبة التي دفعت إلى أن يبقى في فلسطين عن 48 من 660 ألف 130 إلى 140 وفي بعض الدراسات والأبحاث إلى 150 أو 170 ألف واليوم هذا الرقم هو مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني يعتز بهويته الإسلامية والعروبية والفلسطينية في فلسطين الداخل التسمية الآن التي هي دارجة بيننا في الداخل الفلسطيني سواء على مستوى الأكاديمي أو على المستوى الإعلامي أو على المستوى الخاص أو المستوى العام هو مصطلح الداخل الفلسطيني وهو مصطلح يحمل كما ذكرت لك بعدين بعد نفسي سياسي وبعد سياسي اجتماعي أولا نحن في هذا التعريف نؤكد للجميع للعالم أجمع ولأهلنا الفلسطينيين سواء في ضفة وفي القطاع وفي القدس طبعا وفي الشتات أننا نحن جزءنا تجزأ منكم نحن لنا أهل وأقارب مشتتون في أسقاع الأرض كل بيت فلسطيني في الثمانة واربعين تجد له قريب إما في الضفة الغربية أو في القدس أو في الشتات ومن ثم فهذه القطيع التي فرضت علينا في فترة الحق بالعسكري من بين عام 1948 إلى عام 1967 والتي راهن البعض على أننا سننخلع من هويتنا ومن طراثنا ومن فكرنا ومن أخلاقنا انتهت بحمد الله تعالى ورب ضارة النافعة في تلك المرحلة أن النكسة أعادت علينا بالخير بعادة التواصل مع أهلنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والبعد السياسي الاجتماعي هو في إعادة المراكمة في كل معانيها وتجلياتها السياسية والاجتماعية والنفسية التربوية والثقافية وبالطبع الأخلاقية فكسر من أبنائنا درس في الضفة الغربية يعني على سبيل مثال الحصر الكوكب التي افتتحت الصحوة الإسلامية في الداخل الفلسطيني في مقدمة وفاجدة الشيخ رائد صلاح الشيخ عبد الرحمن الشيخ خالد حمدان وإخوة كثيرون من أبنائي الداخل الفلسطيني درسوا في مدينة الخليل وفي مدينة القدس وما كان ليحدث هذا لو لا هذا التواصل الثقافي التربوي التعليمي قسم الأبناء درس في جامعة الخليل قسم درس في غزة قبل حصارها الأخير وبالتالي فهذا التواصل الثقافي والتربوي والتعليمي عمق من وشائج العلاقة في بعدها السياسي الاجتماعي فضلا عن الزواج يعني عندنا ألاف الأسر الذين تزوج أبناؤهم من بنات من أخواتنا في الضفة الغربية وفي غزة وبالعكس ومعروف أنه إلي شاي وزير الداخلية في مطالع عام 2000 والذي سنق قانون منع التواصل منع لم الشمل هو جاء على خلفية ازدياد وتيارة العلاقة الاجتماعية هذه ولذلك تسميتنا في الداخل الفلسطيني حمل معنى الأصالة وحمل معنى الرؤية وحمل معنى الاستشراف سنحن نذكر الجميع أن النكبة ما زالت قائمة نذكر الجميع أننا الجزء الحي الذي حافظ على الوجود الأول نذكر الجميع أننا ما زلنا بإذن الله رب العالمين نحفظ وجودنا ونحفظ هويتنا ونحفظ انتماءنا رغمنا أننا نعيش بين شطائر في بطن أو في جوف الحوت نعم جميل ما تفضلت به أستاذ صالح وهذا ينقلني إلى نقطة أخرى كنت قد طالعنا كيف يحاول الاحتلال القيام بهيمنة ثقافية ولدينا مقولة لفرانس فانون التي يؤكد فيها أن الاستعمار لا يقتصر فقط على الحكم العسكري إنما أيضا يتعداه إلى الهيمنة الثقافية وهذا ما حاول أن يقوم به مع المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل لكن يبدو أن هناك محاولة كانت لخلق هوية فلسطينية وطنية مضادة لهذه الهوية التي يحاول أو للأسرى التي يحاول الاحتلال الهيمنة عليها هل استطعتم بالفعل المقاومة وخلق هذه الهوية الخاصة بكم وبالتالي لم يستطع الاحتلال دمج الفلسطينيين في الداخل أخي الحبيب بالسؤال جدا مهم كما تعلم نظرية فرانس فانون كانت هي خلاصة التجربة الجزائرية وهناك كانت عملية فرنسة للمجتمع الجزائري والمؤسسة الحركة الصهونية هي استلهمت هذا المشروع مشروع الفرنسي في الجزائر وقسم من قيادات الحركة الصهونية زارة الجزائر للإطلاع على هذا المشروع ونقله إلى فلسطين في 1948 أنا بتحدث قبل قيام الدولة أربعينات وثلاثينات القرن الماضي وهذا موثق في مذكرات الكثير من قيادات الحركة الصهونية هذه التجربة بعد النكبة سعت إسرائيل كدولة لتطبيقها في حياتنا من خلال أولا أنها صدرت أوقفنا ومقدساتنا وهجرت بطبيعة النكبة ما كان من العلماء ومن الدعاة فحدث بالإضافة إلى السياسيين والوطنيين باختلاف مشاربهم فحدث عني التجريف هائلة سياسية واجتماعية في حيوات الداخل الفلسطيني رهنت إسرائيل أن النكبة وتبعتها بعد ذلك الحكم العسكري ستدفع إلى تخليق جيل قنش طائر متواطئ إسرائيليا ويعيش على ثنائية الخوف والوجل الخوف الوجودي والوجل من السلطان حتى كنا ونحن أطفال نسمع أن الجنظران أذان وأن الأرض التي ضغطاها لها أذان تسمع أنا أقول أن في تلك المرحلة التاريخية كما تعلم ظهرت عندنا مجموعة من التيارات السياسية المتأثرة بمحيطها متحديدا التيار القومي حركة الأرض على سبيل مثال للحصر الحزب الشيوعي في مرحلة من مراحله وإن كان رديفا للصهيونية في إنشاء الدولة وسببا من أسباب وجودها ومدها بالسلاح في اللحظات الفارقة في التاريخ الفلسطيني إلى أن ظهور عدد من النخب في تلك المرحلة التي حافظت على اللغة العربية ووجود الأجداد بحمد الله تعالى ممن استقوا وشربوا من لبان المساجد في حيفا وفي يافا وفي اللد وفي الرملة وبقايا جماعة الإخوان المسلمين التي بنت مجموعا هائلا من ما كان يسمى الأسر التربوية في الجليل في المثلث وفي الضفة الغربية وتواصل الأجيال التي بقيت بعد عام 48 وماذا استشعرت تلك الحياة عاشت على مقاديرها فهي زرعت في الأبناء في تلك المرحلة بعدين بعد البعد الوطني والبقاء في الأرض والبعد الديني وإن كان البعد الديني بعدا خافتا إلا أن هذه المسألة دفعت فيما بعد النكسة كما ذكرت إلى هذا الانفتاح الهائل الذي وبحق قول ذلك منحنا فرصتين منحنا فرصة إعادة التنفس الجديد اتجاه الفلسطينية واتجاه العروبة واتجاه الإسلام دينا وقومية ووطنا وهذه الثلاثية أدت إلى تفكيك تفكيك ثلائية الخوف والوجل وهذه الثلاثية تفككت حقيقة مع ظهور جيل اللي تميز بأنه جيل مواجه مصادم مصادم مع الصهيونية كحركة وكتنظيم وكذكر ومواجه مصادم مع الدولة تفرضه علينا من أدوات سيطرة وقمع ونذاه ظهرت عندنا أجيال حقيقة أن اليوم هي تتصدر المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني اللي هي حقيقة لبنى اشاربت لبانها تلك المرحلة سواء في بيوتها أو في فضاءها المجتمعي محمد باركي كرئيس رجل متابعة سيطرة الحصر الشيخ رائد صلاح كرئيس حركة الإسلامية ورمز من رموز الشعب الفلسطيني باعتقادي محليا وعالميا أن أضرب شخصاني هنا لأنهم يعيشان في الداخل الفلسطيني ويصادمان الدولة ويدفع أثمان الشيخ رائد صلاح دفع أثمان هائلة من حياته الشخصية في هذه المسألة والشيخ كمال خطيب على سبيل الحصر كذلك محمد باركي فهذه الشخصيات المتنوعة سياسيا أنت تجد هنا إسلامي وتجد هنا إنسان بين شطائر يساري يحمل فكر مختلف لكن حدث إجماع في مسألتين أساسيتين في الداخل الفلسطيني هما حفظاء الهوية بشكلها القضية الأولى مسألة اللغة العربية والعروب والحفاظ علينا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين وهذه المزاجية جمعت بين المسلم السني نحن هنا في شندينا الشيعة بالمناسبة وبين المسيح بكل طوائفه وبين الدرزي وعلى الرغم من نسبية العلاقة بين هذه المكونات الثلاث لكن هناك ما يجمعه ما يجمعه الجامع هو وجودي والجامع الوجودي وهو دائما هاجس مستمر فأنت تبدع في الأعمال للحفاظ على الوجود وهذا فكك الخوف على اعتبار أن الخوف الخوف في أحد أبعاده ليس بالضرورة إباديا الخوف في الأشخاص قد يؤدي إلى الانتحار الخوف في الجماعات الانتحار من نوع آخر تفكيك المجتمع واستبطان قيم آخرى وهي البعد الثاني البعد القيم والأخلاق البعد القيمي الذي تخلق في الثمانة وأربعين في السبعينات إلى يومنا هذا أخذ قاعدتين قاعدة الإسلامية كدين وكحركة وكعمل وقاعدة الوطنية كعمل سياسي يلتقيان في مسألة الوجود وبالتالي أنا رأي المطواء الشخصي في هذه المسألة أن المهسسة الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في تبدل الهوية وإن نجحت في مسألة الفردنة الشخصية وتذرير بعض أفراد مجتمعنا وللأسف الشديد سحبهم وجرهم إلى مربعاتها هذا السؤال التالي إلى أي حد يمكن أن ينطبق ما تفضلتم به الآن على تصريح لكم يتحدث عن النوائب أو المخاوف التي تضرب المجتمع الفلسطيني في الداخل والتي من بينها الكنتونات الحزبية التمويل من خلف البحار أو رأي البحار كما قلتم والجريمة المنظمة نعم إسرائيل أخي الكريم وصلت إلى قناعة بعد هبة القدس عام 2000 إلى أن الشعب الفلسطيني في مراطق الداخل الفلسطيني هو أكثر وعيا مما كانت تتصور أكثر وعيا بالحالة السياسية الداخلية الإسرائيلية أكثر وعيا نحن أكثر وعيا من الإسرائيل هل هذا ما أقول أن إسرائيل ليس لديها المعرفة الدقيقة بمدى وعي المجتمع العربي؟ أجيك في الحديث حتى تلك اللحظة أنا أعتقد أنها كانت تتوقع بين الشطائر أن مجتمع قد تم تتجينه قد تم تتجينه هي بنت مسألة التتجين على ثلاثية محاور محور الكنيسة ودخوله ومحور الأحزاب ومن 49 إلى يوم من هذا نحن في الكنيسة والكنيسة كما تعلمون هي سقف سياسي ولهو التدعيات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وسلوكية وتنظيمية إلى آخره وهذه كلها تدفعك أن تكون تحت سقف معين لا تتجاوز ظهور الحركة الإسلامية تحديدا الحركة الإسلامية الشمالية قاتش فضيلة الشيخ رات صلاح عام 96 في رفضها الدخول للكنيسة وإعلانها الصريح عدم الدخول للكنيسة وبدأ في زعزعة الموازين هذه وبدأ يخلق حالة حوار في الداخل الفلسطيني وبالذات في القطاعات الشبابية الجامعية التي أفضل فيما بعد أن تكون نسبة المقاطع الكنيسة نسب هائلة رغم التزييف الذي كان يحدث في الانتخابات فهذا البعد الأول الذي أربك المؤسسة عليه في عدم كراءتها الدقيقة لهذه القضية فانتفاضة للأقصى عام 2000 أفاقتهم جعلتهم يعيدون ترتيب الأوراق وأنه لاود من تفكيك المجتمع الفلسطيني فاستعملوا ثلاث أدوات كما تفضلت في ذكرك مسألة الكنتولات السياسية الساءت على ذكها سريعاً مسألة الجريمة المنظمة ومسألة التركيز الشخصي أنا أسميه الفردانية داخل مجتمعاتنا يعني تركيز احتلال على أفراد معينين وإبرازهم هذا من جهة ومن جهة ثانية هي دفعت أن تخلق نخب نخب أكاديمية نخب مثقفة التي هي تسعى من خلالهم إلى أن يكون هم واجهة المجتمع على المستوى الأكاديمي على المستوى الثقافي على المستوى الفكري على المستوى الاقتصادي على المستوى العام وهؤلاء لهم ميزات هؤلاء الشباب الذين درسوا في الجامعات الإسرائيلية يتلكون معاشات كبيرة جداً بآلاف الدولارات يعيشون حياة خاصة والمجتمع والدولة تكون لك تفضل هذا مثال أكثر مثال أحذو حذوه وحتى تكون مثلاً ونفتحي لك كل الأبواب تفضل وتركك من السياسي ومن التسييز ومن الإسلامية ومن الوطنية ومن القومية ما لكم هذا الشغل هذا خليك أنت عايش في مجتمعنا نحن نتقبل كإسرائيلي تحمل هوية إسرائيلية أنت لست يهودياً ولن تكون يهودياً ستبقى تعمل في داخل أرويقتنا وتحت سقفنا وتحت مجهرنا ونحن نعطيك كل متنفسات الحياة لكن أترك السياسي لأن إسرائيل متخوفة من قضيتين في هذا المناسب الشعب الفلسطيني ومحاصرها الوحيد الذي يحاصر إسرائيل ليس الدول العربية الذي يحاصر إسرائيل حقيقة الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني هو يعيش في بطنها ويعيش في محاذاتها ويعيش في محيطها الشتات المحيط المحاذات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي الداخل نحن فهي لا تتعامل هي في أريحية مع الجوة العربية لكنها في مأزوم معنا حتى وإن ملكت كل ما تملك من القوة وبالتالي هي سعت إلى هذه المسألة المسألة الثانية التي قابلتها كانت الأحزاب والجمعيات التي تمولت من خارج البحار من الاتحاد الأوروبي من جمعيات أمريكية من جمعيات يهودية وهذه لها شروط أنا أريد أن أمولك في مركز أبحاث أسمي مثال في جمعية حقوق إنسان في جمعية خيرية شروط تعادة هذه الشروط ما تكون متواطئة ومتماهية مع الوجود الإسرائيلي نحن لا نستطيع أن نقول أنه والله إحنا يا عمي هذا الوجود الإسرائيلي سيختفي بين يوم عشية وضحها إسرائيل دولة قوية دولة ماكنة لكن معقول ذلك هي تسعى إلى تعميق تعميق وجودها تعميق وجودها من خلال أن تتغذى على محيط معين هذا المحيط هو الجمعيات والأحزاب الكنتونية هي الأحزاب التي تختفي هذه أحزاب التي مرة بمويلها أبو مازم مرة بتمويلها الإدارة المصرية مرة بتمويلها الأردن دولة العربية بتمويلها لمصالح طبعا لا يوجد دولة في العالم تتعطيهم أموال بالمجان كله فيه مصالح هذا شيء مشروع لكن أين أنت الذي يتمول ماذا تريد هذه الدولة تريد منك واحدة ثلاثة أنت ماذا تريد من شعبك ماذا تريد أن تحقق لشعبك فبمثلا هذه الأحزاب للحقيقة والأسف في مرحلة من مراحل سياراتها كلها الآن تتنازع تعيش ألفاظها في مرحلة من مراحلها كانت تتماهى مع السياسة الإسرائيلية وتغض الطرف على السياسة الإسرائيلية وأنا في هذا السياق وبهذا المقام أذكر أزمة القائمة الموحدة القائمة العالمية الموحدة التي هي ظهيرها الحركة الإسلامية الآن هي في الكنيست الإسرائيلي تصوت لصالح قوانين ولصالح تشريعات هي تطلاقت فكرا وسلوكا وأخلاقا وعقلا معنا نحن في الوجود الفلسطيني في الداخل الفلسطيني مما يعني أنها تتحول إلى حالة كنتونية في صيرورة كنتونية ستنتهي سياسيا ستنتهي وهذا سيكون له تداعيات كبيرة جدا الأمر الأخير الخطير جدا هو في الجريمة المنظمة العنف موجود في المجتمعات لا يمكن أن نلغيه أبدا منذ آدم قابيلة وهبيل وآدم عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الدنيا ونكع عنف لكن هذا العنف الذي دخل علينا كالعنف المختلفا في عصابات إجراء منظمة تعمل كما تعمل الأحزاب في رئيس وفي هيكل وفي أذرع إلى آخر التي دخلت علينا من أبواب المخدرات من أبواب الخاوة ودفع الأموال بالغصب من أموال الإطلاق للار على الناس وقتلهم لعدم دفعهم الأموال لإشاعة المنكرات والفواحش تقسم منهم متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائم قد حدثت في الضفة الغربية لقتل القياديين وهذه أزمة تقبرت مع مرور الأيام في داخلنا الفلسطيني ونتيجة هشاشة النجيج الاجتماعي عند بعض العوائل وبعض العائلات التي هي في الأصل عندها أزمة اجتماعية نتجت هذه القضايا الكبيرة جدا التي أصبحت من نسبة لنا هاجسا كبيرا كان آخرها أنه في عام 2020 ختمنا العام بمئة وثنين وثلاثين قتيل للأزف الشديد وافتتحنا العام بثلاث قتلة لذلك بالمناسبة هذا هذا ما دفع الشيخ رأى صلاح ربما أن يقوم بحملة كبيرة تحت عنوان السلم الأهلي تماما الشيخ رأى الصلاح الآن حفظه الله تعالى يعمل على مشروع أعتقد أنه مشروع عملاق مشروع عظيم جدا تحت سقف لجة المتابع ومشروع شاء السلام وتحقيق السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني نحن مجتمع خير أكبر دليل على أننا مجتمع خير والخير كامل في مجتمعنا ما حدث الآن في الأسابيع الأخيرة اتجاه إخواننا اللاجئين السوريين نحن شعب مظلوم وأنت سبقتني في الحديث عن هذه النقطة لكن تفضل نحن شعب مظلوم والإنسان المظلوم سواء كان فردا أو أسرة أو جماعة يستشعر مظلومية الآخر بغير النظر عن دينه وعن هويته فنحن عندما حدثت هذه الهبة من كل الداخل الفلسطيني شيبا وشبانا للمساعدة في أهلنا اللاجئين السوريين على ما تعرضوا لهم تعرضوا لهم من القرص البارد وففات أطفال وشيوخ هذا يعبر كم هو الخير كامل في مجتمعنا وبالتالي فضيلة الشيخ رائد صلاح ومعه الإخوة في لجة إفشاء السلام وفي لجانة الإصلاح التي الآن تتكون في الداخل الفلسطيني هي تهدف حقيقة إلى خلق حالة هدوء حالة سلم بكل ما تحمل هذه الكلمة في مجتمعنا لذلك الحديث في هذه القضية وإن كان فيه شجون إلينا فيه رؤية إيجابية نحن هؤلاء الذين يمارسون الإجرام المنظم أبنائنا هم من هيئة المطاف أبنائنا وقد يكونوا ضحايا تمام هم ضحايا مرحلة وضحايا صيرورة وضحايا حالة وضحايا رؤية ووظيفة كل إنسان مصلح على وجه الأرض أن يواجه هذه الحادثة بأفق أواسع وبرؤية أوسع وبتصور نخرج به ونحن إن شاء الله تعالى بإذن الله رب العالمين سنخرج من هذه الأزمة بإذن الله صح في جراح وفي آلام وفي أوجاع أوجاع كبيرة جدا لكن بالعمل المفابر البطيء والمستمر سإن شاء الله تعالى نخرج بمجتمعنا نحن وإياه سالمين من هذه الأزمة إن شاء الله إن شاء الله للحديث بقية أستاذ صالح نتساءل فيما بعد الفاصل كيف أثر تغييب الحركة الإسلامية التي حذرت عام 2015 على المشهد والتكوين في المجتمع الداخل لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله فتفضلوا بالبقاء معنا لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقية على مدار القمر ميلساد الرافدين HD مرحبا بكم مجددا عزان المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ صالح لطفي رئيس مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم سابقا مرحبا بك معنا مجددا أهلا رسول حياكم حياكم ولكننا قد تسألنا قبل الفاصل عن أثر تغييب الحركة الإسلامية من خلال حضرها على المشهد في الداخل الفلسطيني المحتل مع معرفتنا بالموقف السياسي الذي تفضلتم به موقفها من المشاركة في انتخابات الكنيسة أو النشاط النوعي الذي كانت تقوم به تجاه قضايا الفلسطينيين في الداخل المحتل وتجاه القضية الفلسطينية بصفة عامة ولسيما قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين بارك الله فيك على هذا السؤال الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني كانت لسيقة بهم المجتمع الفلسطيني لسيقة بكل ما تحمل الكلمة من المعنى وأنا أكاد أقول لك أنه في أحد المؤتمرات التي عقدت للحركة الإسلامية سمعنا من الإخوة المسؤولين عن المعساعدات لمجتمعنا الفلسطيني في الثمانة وأربعين أن نسمة المساعدة وصلت إلى مليون إنسان يعني التماس تماس هائل والتماس كان فائضاً عن أن يكون مركزاً على مجتمعنا المسلم بل الإخوة الآخرين من غير المسلمين في تصور الإمواصل الإسرائيلية أدركت وتنبهت إلى أن الحركة الإسلامية تدفع لمسيرة الجهاد المدني وتعمل على سياسة سياسة وسنة المدافعة التي بنيت على ثلاثة قواعد القاعدة الأولى هي قاعدة التمثل المجتمعي أن نحن نعيشهم من ناس ونسحى إلى حلها وبالتالي هذا كان له تأثير هائل في أن خلقت الحركة الإسلامية حاضرة مجتمعية لها حاضرة مجتمعية ليس بمفهوم التنظيم بل بمفهوم الدين فالحركة الإسلامية في تماسها المباشرة مع المجتمع دفعت به إلى حالة من التدين اليسير نحو التدين وبالسنسبة لنا مهم جداً التدين دون التدين التنظيمات تخلق تدين نحن لم نفعل ما نسميه التدين بل أحدث الحركة الإسلامية حالة التدين أنه هو فترة ينتقل ويصلي ويصوم ويزكي ويحج دون أن ينهون في المحاضن والقضية الثالثة أن هذا المجتمع بصيرورته هذه التي مضى بها مع قضة الحركة الإسلامية معه من عام 96 إلى أن حضرت عام 2015 أكدت على القاعدة الثالثة هي قاعدة المدافعة المدافعة بنتها الحركة الإسلامية على بعد سياسي مع الدولة مع المؤسسة ليس صراعاً بل مدافعة أنا أؤكد مصطرح المدافعة ولكان من تجلياته المسجد الأقصى المبارك القدس الداخل الفلسطيني والداخل الفلسطيني تحديداً عملت الحركة الإسلامية من خلال دائرتين دائرة الأوقاف والمقدسات ومقابر وتكايا والزوايا والاهتمام بالوقف الإسلامي وأنشأت لذلك مؤسسة مشهورة جداً مؤسسة القدس المؤسسة الأقصى إلى عائلة القرفة المقدسات التي كانت أغلقت وكان خاتمة أعمالها أن أصدرت موسوعة مهمة جداً وثقت فيه كافة المساجد وأوقاف الداخل الفلسطيني وهذا بحد ذاته مشروع عملاق لمن سيأتي من بعدنا لمتابعة هذا المشروع البعد الثاني والبعد السياسي في شقه الطلاب الطلاب الجامع والأكاديمي والثانوي والابتداء إلى من جيل الروضة حتى الجامعة وهذا الجيل أعد لأن يكون مجتمعاً مستقبلاً مجتمعاً خلاقاً مجتمعاً يكون جاهزاً لمرحلة ما ثم كانت القضية الثالثة في المدافعة التي بنتها الحركة الإسلامية على أساس من التواصل مع الأقطاب السياسية ومع الحركات السياسية ومع الآخر غير المسلم من الدروز ومن المسيحيين والحركة السياسية حقيقة كانت شبكت علاقات هائلة جداً وفي هذا السياق في هذا السياق أظهرت الحركة أظهرت الأساس إسرائيلية ما يسميناه قبل ذلك الجريم المنظمة والعنف وتفكيك المجتمع فكانت نظرية طروحات السلم الأهلي التي رعتها الحركة السلمية ودخلت بها فكانت المدافعة دائماً بين المؤسسة والحركة الإسلامية سواء في مسألة السياسة أو في مسألة الاجتماع أو في مسألة التحقيق الخاص لكينون خاصة بنا فيما أسميناه المشروع المجتمع العصامي فهذه الثلاثية ثلاثية المجتمع العصامي ثلاثية المسجد الأقصى والقدس في مسألة العقيدة ومسألة الهوية والتعامل مع قضايا مجتمعنا السياسية والثقافية والاجتماعية دفعت إلى لحظة الصراع التي نجم عنها تفاقم الجريم المنظمة في غياب غياب من يعمل على مواجهة ومدافعة هذه القضية التراهل السياسي غير مسبوك حركة السياسية الموجودة كان فيه قلنا نسميها مناكفات سياسية مواجهات سياسية حركة السياسية والتجمع حركة السياسية والجبهة حركة السياسية وغيرها من الحركات السياسية وكل حزب سياسي كما تعلم أحد وأهم مظائفه هو خلق وعي سياسي خلق حراك سياسي حالة سياسية وبعد وهذا حقيقة في وجود الحركة السياسية كان هذا موجود لأنه كان فيه من يواجهونه هذا كان بأكثر ما يكون في الجامعات وفي الحراق الشبابية لكن ببعد حظر الحركة السياسية ترهل العمل السياسي وحنا الآن موجودين في حالة غير مسبوقة من التراهل السياسي في الداخل الفلسطيني سواء على مستوى النواب في الكنيسة الإسرائيل أو مستوى الأحزاب التي تمثلها في الشعارة حالة غير مسبوقة من ماذا؟ من التراهل تراهل تراهل السياسي غير مسبوقة في حياتنا وسبب المباشر باعتقاد لأنه موجود أمامهم الآن غير موجود أمامهم الآن من يواجههم من يدافعهم وهذا شيء طبيعي جدا في المجتمعات وهذا يدفعني للسؤال الذي يدور في أذهان الكثير من الناس المهتمين بالشأن الفلسطيني ولا سيما بالداخل الفلسطيني المحتل صحيح أن الحركة الإسلامية حضرت في 2015 ولا تزال محظورة كل مؤسساتها وما يتعلق بها هل يفكر الأشخاص الإسلاميون هناك في داخل المحتل بإنشاء حركة ما تجمع ما هيئة ما من أجل القيام بهذه الأعمال التي هل القانون يسمح هل يستطيعون القيام بذلك القانون أخي قرار الحضر هو كما تعلم هو قرار حكومي بالدرجة الأولى مقع نتنياهو في تلك المرحلة وزير الدفاع يعلون و لبيرمن في مجموعة وقعت عليه من وزير الدفاع لبيرمن وقائد نهي الأركان يعلون ورئيس الحكومة نتنياهو استنادا إلى قوانين الطوارئ انتدابية وحضرت أشخاص بعينهم أشخاص حضرت الشيخ رائد صلاح الشيخ كمال خطيب وآخرون من كانوا في مقدمة المشروع الإسلامي في مناطق الداخل الفلسطيني هل هل هؤلاء يفكرون في عادة سياغة أو إلى كما تفضلت في السؤال الحقيقة الصيلورة التي تحدثت بعد هذه التاريخ بعد الحضر الحضر تشيئ بأن هناك وعي إلى المرحلة في وعي يعني كثير من من كانوا في المشروع الإسلامي متنبهين إلى الأحداث التي حدثت والتداعيات التي حدثت والفراغ الذي حصل وهم يسعون بجهودهم الشخصية كل يعمل كل يعمل بجهوده الخاص لسد ثغارة ما الإنسان الذي كان يعمل في مجال البحث والفكر في مجاله الذي كان يعمل في مجال الدعوة في مجاله الذي كان يعمل في مجال التربية في مجاله الذي كان يعمل في الوعي الإرشادي في مجاله كله يعمل بشكل شخصي وفردي. الاعتبار أننا مدركين تنظيم أن أي تنظيم يعلن عنه سيحضر. وبالتالي أننا نعيش في دوامات لا يشعر هناك ضرورة منها. أليست هذه الدولة ديمقراطية تسمح بإنشاء تنظيمات ومكونات داخل أم أن هذه دعاية إسرائيلية؟ إسرائيل هي دولة ديمقراطية بمفهوم الديمقراطية الغرب الرحب لكن تتعاطى معنا بسياق أمني نحن في الداخل الفلسطيني ليس حركة السمية المحظورة فقط كل الداخل الفلسطيني بما فيهم الحزاب المشاركة كل الفلسطينيين هم يوضعوا في المربع الأمني هم محاصرين في مراقب وهذه قمة العنصرية بالمناسبة طبيعي. فما تسميه أنت الديمقراطية الإسرائيلية هي ديمقراطية بين كسين ما تدعيه إسرائيل وليس ما أسميه نعم ما تدعي إسرائيل من ديمقراطية اتجاهنا هو موضوع فيه دوائر معينة هذه المسموحة غير المسموح وبالتالي هذه المسألة مسألة مربوطة أمنا وليس مربوطة سياسة درجة أمنا يعني فيه نقطتين مهمتين في الحقيقة تبقت معنا من أجل يعني أن نقشنا هذا الموضوع محاولة التعايش يعني تتعرف فلسفة إسرائيل تقوم على أنه هذه الأرض هي أرضهم ونحن الذين نعتدي عليها من كذا إلى آخرين وبالتالي هذا يجعل الحياة المشتركة بين قوسين معهم وخاصة في الداخل المحتل مسألة مستحيلة هو في الأصل لا يوجد حياة مشتركة نعم نبدأ من هنا يعني هذا ما تروج له إسرائيل يعني نعم على أرض الواقع لا توجد شيء اسمه حياة مشتركة بين الأغلبية اليهودية الحاكمة في البلاد وبيننا نحن الأقلية المتبقية من الفلسطينيين وكون أنه في عندنا مدن تحولت إلى مدن يهودية بالأغلبية قهرا كيافا وحيفا وعكا والرملة واللد اللي هي المدن الساحلية الفلسطينية هذا لا يعني أن المتبقين من الفلسطينيين في هذه المدن يعيشون حياة مشتركة ومتعاونة معهم مصالح ما يحكم الداخل الفلسطيني بالعموم مع الأغلبية ومنطقة المصالح هم يحتاجون إنا في بعض الأمور هم يترجم في بعض الأمور وبالتالي هناك أيضا نوع من أنا أسمي التضرر في منطقة المصالح إسرائيل كدولة وكمؤسسة وككيان وكمجتمع تحتاج اليوم إلى الفلسطينيين في عديد القضايا على سبيل المثال الحصر في مسائل الصيدلة والطب والتمريض هي تحتاجهم بشكل كبير جدا هي تحتاجهم في العمالة العامة في البناء وكل ما يتفرع عن هذا الفرع هي تحتاجهم في مواضيع مختانية قد تكون ذات أبعاد على سبيل المثال في الأكاديمية في بعض القضايا الخاصة وهذه المصالح تتوسع وتتقلص تبعا لجدل العلاقة القائمة بين الأغلبية والأقلية عندما جاءت وفود ملايينية من اليهود الروس تقلصت لم يعد هناك حاجة كبيرة الآن بعد أن خرجت جموع هائلة من اليهود لا تريد أن تعمل في الجامعات ولا تريد أن تمارس مهنة التمريض أو الطب أو الصيدرة وارتقوا إلى عالم الهايتك ونون تكنولوجي وإلى آخره يحتاجوا إلى العرب في أن يسدوا هذا الفراغ كأطباء وكموم الرئيسين وإلى آخره في التوسع الهائل الكبير في دولة متخصصة حقيقة في عالم الاقتصاد النون تكنولوجي والسايبر وإلى آخره يحتاجوا إلى طلاب عرب فأدخلوا في المنطقة المنطقة العلاقة ومنطقة مصالح وليس منطقة حياة مشتركة وتعاون هل هذا ما تفضلت بأستاذ صالح ينعكس من ناحية أخرى بمنطقة التطبيع هل التطبيع بين الأنظمة العربية وبين الاحتلال الصهيوني هو بنفس الفلسفة والمنطقة أنه مصالحية أم أن المسألة تتعدى ذلك بالنسبة لإسرائيل في علاقتها مع الدول العربية في التطبيع هي مسألة استراتيجية إسرائيل كما تعلم إسراتيجية بالنسبة لإسرائيل ماذا عن العرب العرب تحكمهم مصالح التطبيع هنا يحدث مع الحكام وبعض النخب وهذه النخب كلها إذا درسناها خذناها شخص شخص سواء في الدول المطبعة ولا تريد أن تطبع سنجد أن هذه الشخصيات إما درست أن تربت وترارعت ودرست في التحديد الأمريكية أو في الدول الأوروبية ومعلوم أن الدول الأوروبية ولمتح الأمريكية إسرائيل بالنسبة لهم وجودها ليس فقط مصلحة استراتيجية يعني بل هي مصلحة مطلقة لأنه هذا مرتبط في المسألة اليهودية وتاريخ إلى الخلف ليس هنا مكان ذكره فبالتالي المصلحة الأوروبية الأمريكية في بقاء إسرائيل ومصلحة الأنظمة في بقائها فمسألة البقاء مرتبطة في التطبيع هذا هو جذر العلاقة إسرائيل في التطبيع مع الدول العربية تراهن على عاملين تراهن على عامل الزمن وعلى التأثير هي عندما تطبع مع الدول العربية وعندما تبدأ تتغرغل بالدول العربية وتبدأ علاقات مع هذه النخب وتبدأ بالتأثير على هذه النخب هذا يكفيها لأنه من سيحكم البلدان وهذه النخب وهذه النخب والشعوب مغلوبة على أند تماما ولذلك التطبيع أنا باعتقاده هو ذكاء إسرائيلي ذكاء إسرائيلي وذكاء أوروبا أمريكي من جهة وليست حاجة عربية بالدرجة الأولى حاجة عربية للحكام حاجة عربية للحكام بالضبط ولنخب المحيطة بها وليست للشعوب أقصد أستاذ صالح لماذا إسرائيل معنية الآن بإبراز هذه المسألة نحن نعرف هذه العلاقات هناك علاقات تحالف استراتيجي بينها وبين دول مثلا بالشرق الأوسط وكذلك دول عربية ولكن لم تكن معلنة بهذه الطريقة لسببين أنها أمام فرصة تاريخية الردة في الربيع العربي التي حدثت خلقت فجوة هائلة من جهة الانتكاسة التي استشعرها من قاد الربيع العربي وهناك للأسف الشديد منهم من يأسف أنه أخسر فيه ربيع عربي من قاد الربيع العربي في بعض رموزه اليوم عندما تراجع ما كتب وأدبيات ما كتب أنت تتأسف أنه يندب على هذه اللحظة نعم فهذا الفارق الفرصة التاريخية هذه هي تريد استثمارها لصالح تمكينها في المنطقة هذا من جهة من جهة هذا له علاقة في الوجود الإسرائيلي بالمثلث الإقليمي والدولي الولايات المتحدة الملكية كما تعلم الآن ترفع الغطاء شيئاً فشيئاً عن منطقة الشرق الأوسط هي لا تريد أن تحيل إسرائيل كما يزعم البعض إلى شرطة في المنطقة لا إسرائيل أمريكا تملك من الكوة التقنية الهائلة ما تعيد ترتيب الأوراق لكن هي وهي ترفع السقف تدخل إسرائيل تدخل إسرائيل ليس بالسياق العسكري فحسب كما تفضلت التعاون الأمني الاستراتيجي قائم منذ عقول إنما هي تريد تماماً إلى تثبيتها اقتصادياً يجب أن نعترف أن إسرائيل دولة متقدمة اقتصادياً متقدمة تقنياً ومتقدمة سياسياً ونظامها الديموقراطي نظام كفو وقد يشكل بنشطاء الموديل للنخب موديل للنخب ليجعل إسرائيل من جهة حاجة ومن جهة أنموذج نعم وهذا أخطر ما في الموضوع ولذلك مسألة التطبيق كما ذكرت لك هي مسألة لها علاقة في استهداء الفرص من جهة ولها علاقة في التمكين الإسرائيلي من جهة أخرى إسرائيل كما تفضلت أكثر مرة في حديثك هي دولة قوية بلا شك لكن هل نستطيع أن نقول أنها تمتلك نقاط ضعف قاتل طبعاً تملك نقاط ضعف هائلة لكن في ظل الحالة الإقليمية يعني لا تظهر لا تظهر الخلاف الداخلي هم تعترفون بأن هناك خلاف داخلي هائل على مستوى على لدرجة أن رئيس الحكومة رئيس الدولة السابق ريفلين أسماها العشائر أصباط في إسرائيل في الشرقيين وفي أسفاراديم وفي أليشكناز وفي الأثيوبيين هذه كانت ميزة بالنسبة لإسرائيل كان فوسيفساء سابقاً بالنسبة لها لاوحة فوسيفساء والآن هو تحول إلى فقل وفي الصراع ديني علماني وفي الصراع علماء ديني 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 بين شطائر ديني متوسط وسط معتدل معتدل وديني متشدد ومتطرف وفي الصراع بين الفقراء والأغنياء الدولة مليئة بالمتناخضات في صراع ما بين الجهاز الأمني والجهاز العسكري والجهاز السياسي إلى أين يمكن أن تصل هذه الصراعات؟ هذه الصراعات يمكن أن تنفجر فقط عندما يحدث في داخل منطقة الشرق الأوسط قوة قوة عربية يمكن أن تكون مجمعة للواقع العربي الذي يواجه إسرائيل عندئذ يمكن أن تبرز هذه الأزمات الإسرائيلية لكن في ظل الواقع العربي المترهل وفي ظل التذرر العربي باعتقاد إسرائيل ستبقى ماذا قوة الشعب الفلسطيني الذي يحاصرها من الداخل ولديه مقارنة في النهاية تهدد إسرائيل؟ هذا مسألة التآكل أنا أنظر إلى تذكرت فرانز مانون المناسبة وهذا حق ويراهن على أن ثبات الشعوب ثبات الشعوب مهما كانت تضحيات هو سبب من أسباب المباشرة في انهيار الاستعمارات وفي اعتقاد أن الشعب الفلسطيني ثابت أتركك من الكيادات الآن بغض النظر أي كانت الشعب كشعب هو عنده ثبات كون في تضحيات يومية في الشعب الفلسطيني يوميا تسقط شهداء يوم 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 يسقط شهداء في أبرتهايد وفي عنصرية تتنامى في المجتمع الإسرائيلي وفضحت عالميا وفضحت شرق أوسطين أو أسطة معروفة وفي وعي مطلق للداخل الفلسطيني والشعب الفلسطيني بأن هذا الجسم هو يضربك لكي يبقى حي هذه المسألة ستخلق على التآكل في هذا الجسم القوي يوم من بعد يوم وستأتي اللحظة التي ينهار فيها ماذا عن بقيت نقطة الضعف؟ النقطة الضعف الثانية في المجتمع الإسرائيلي تتعلق في بعده في المجالين الاقتصادي وفي المجال العسكري في المجال الاقتصادي صحيح إسرائيل كما تعلم لو لا يوجد فيها مقدرات يوم من الأيام كانت في الزراعة ثم تركت الزراعة والأنهية في عالم التقنيات السؤال لو جينا وافترضنا أن هذه التقنيات حدث بها ما حدث خلل خارج خارج عن المنظومة المستقرأ الآن ماذا سيحدث لهذه الدولة؟ هم بالمناسب بيقرأوا ذلك بيقرأوا ذلك وبسعوا لأنه يتفهموا ويضعوا البدائل إلىه ومن ثم تلحظ أنه في داخل الجامعات وفي الأكاديميا في أبعاد ثانية يشتغل عليها بالذات في مجال الكيميا والبيولوجيا والفيزياء هناك تخصصات متقدمة جدا في كثير من الأمور بس من مثال مسألة النايلون في العالم وكولو البيئي يعالجوا فيه كيف يمكن هذا الشيء يتحول إلى شيء مفيد وينتهي في العقول تشتغل ما تعلم المجال العسكري؟ في المجال العسكري كما تعلم إسرائيل دولة تصنيع عسكري صحيح لكن تنظر إلى المنظومة التي تحيط بها وبالذات تركيا وإيران كلاهما يطور تقنيات خاصة به وما قامت به تركيا في أذربيجان أبانا ليس إسرائيل فحسب للغرب أيضا أنها قوة صاعدة وهذا مقلك لإسرائيل لأن هذه القوة تم تجريبها في منطقة واسعة وليس على قطاع غزي صحيح واتبتت فعاليتها واتبت بشكل هائل جدا وأخطر من كل ذلك هذه القوة الأسكرية يمكن شلها بأي لحظة ما حدث في هبة القدس في هبة الكرامة الحرب الإسرائيلية لقطاع غزة أنا أسميها حرب إسرائيل وغزة يعني غزة إسرائيل تتعامل مع غزة كانها دولة بكل معنى الكرمي ومع ذلك كانت تدمر مباني أهلية في السياق العسكري الاستراتيجي كان في توازن كان في توازن بين الصاروخ وبين كل المكون العسكري هذا شيء مقلك بالنسبة لإسرائيل لأن نقطة ضعف إسرائيل هي نقطة قوة غزة وفلسطين والعكس هو الصحيح أشكرك أسترحان أنا آسف للمقاطعة لكن لم يتبقى معنا وقت استصالح لطفي رئيس مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم سابقا شكرا جزيلا لك شكرا لكم على طيب المتابعة أعزان المشاهدين تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالبا لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا